تلاميذ الاعزاء تلاميذ ثلثة ابتدائي معكم اسلام ماهر مدارس اللغة الانجليزية في مدارس المنتزى الخاصة اه دلوقتي طبعا احنا هنراجع عن طريق الباسدش دوت تمام الباسدش ده مراجع على اه كل اللي احنا اخدناه جزء كبير من اللي احنا اخدناه في ثلثة ابتدائي اضافي عندي بيقول ايه انا اسم ايه تامي طبعا ده ابتدائي. تمام. بعدين. آآ ميافوزر بابايا. تمام. از ادكتور. ميافوزر ده اسم مفرد. تمام. واسم المفرد بياخد از. اسم المفرد بياخد ايه? از تمام? في فورب تو بي. وبقول مسلا هو بيشتغل ايه? دكتور. يبقى ميافوزر از ا دكتور. تمام. طب. يبقى الاي صحبه. بيتها اللي ايه في البيتو بي واسم المفرد بياخد is تمام في البيتو بي طيب هنشوف كمان عن ايقول ايه كمان في الباسج his name اسمه is احمد طبعا his name ده اسمه مفرد واسم المفرد بياخد ايه حلوين بياخد is his name is احمد my mother مامتي تمام بتاخد ايه اسم المفرد تاخد is my mother is a teacher مامتي تكون ايه اه مدرسة تمام طيب هير نيم اسمها هير نيم اه هير نيم الهير دي الحاجة اللي هي ملكها حاجة بتاعتها هي هير نيم اسمها هي اسمها ايه هي تمام زي ماي ملكي انا ماي فاضل بابايا انا هير نيم اسمها هي اسمها هي ايه هير نيم is mona اسمها ايه مونة تمام طيب بيقول ايه هنا بقا ايام ايام تمام ده فيربي تو بي نوت اه ده نفي فيربي تو بي ايام نوت فيت انا مش ايه مش طخين تمام وبعدين بيقول ايه بقا ايام طول انا طويل طيب وبعدين بيقول ايه ايام طول ايام ثن طبعا بعد فيربي تو بي ممكن حط صفة او اسم بعد ايام او اس او ار ممكن حط ايه صفة او اسم هنا بيقول ايه ايام طول انا اي انا طويل طيب تمام بعدين ايه ايام 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 هاف دي طبعا صحبتها الاي وهاف ده فيرب بتاع ايه يملك او عنده يبقى ايه هاف جات اباك يعني انا عندي ايه شنطة تمام وبعدين هنا بيقول ايه ماي حاجة بتاعتي انا ماي باك الشنطة بتاعتي مالها اس جرين طبعا الشنطة دي اسم مفرط واسم المفرط بياخد ايه بياخد اس تمام ماي باك اس جرين طيب تعال وقف الاسئلة هنا بيقول لي ايه is sami in grade 3 طبعا هنا في السؤال اما يبدأ لي هنا سؤال بفرب تو بي سؤال بفرب تو بي الجملة العادية بفرب تو بي مثلا يمكن يقول لي ايه سامي is تمام لكن في السؤال بعكس بحط الفرب الاول وبهن بحط ايه الاسم مثلا is sami in grade 3 is دي اما بتيجي في الاول كأن معناه هل يعني هل سامي في سنة تالتة بتدائي طب هنا بيقول ايه اه ايام in grade 3 انا في سنة تالتة بتدائي تبقى ايه تبقى ياس تبقى ايه ياس طبعا وبعد ياس طبعا بقى احط كمى تمام بعد ياس احط ايه كمى وبعمل مقص هتبقى ايه ياس وسامي دا ولد يبقى ياس هي is تمام برافو ودائما بحط ايه ما تنساش تحط كمى في الاخر الجملة بتحط full stop طيب 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 is his mother a teacher هل مامتو مدرسة اقول ايه ياس تمام his mother تمام his mother تبقى شي يبقى ياس she is تمام طيب نمبر ثري is his father a doctor هل بابا دكتور اه مكتوب my father is a doctor بابا دكتور تمام وخلي بالك his دي ملكية his father بابا هو تمام يبقى قول ايه ياس تمام وهيس father اعتبقى ايه he وبعد نعمل مقصة نزل is yes he is number four is his bag green هل الشانطة بتاعته لونها اخدر اقول ايه هقول ياس تمام وبعد نحط كمى وهيس باك اه بش هتبقى ولا هي ولا شي دي هتبقى ايت غير العقل يبقى ياس ايت وبعد ايه بعمل مقصة نزل الايه الاس تمام ده كان ايه حل القطعة ميز الاعزاء دي بقى الاجابات اول حاجة yes he is زي ما قلت لكم بعد yes لازم احط كمى سواء yes او no لازم احط ايه كمى وبعدين ايه اقول بعمل مقص he is وحط في الاخر full stop النقطة number two برضو yes she is تمام number three yes he is خلي بالك بعد yes او no لازم احط كمى ما تنساش number four تمام دي number three yes he is number four yes it is تمام ما تنساش تحط كمى بعد ايه بعد yes او no تمام طيب ودايما تحط النقطة لازم تهتمل بالpunctuation شكرا لكم تلميزي الاعزاء على استماعكم واتمنى تكونوا استفدتم اشتركوا في القناة موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة